كل عام وانفي جوم التاني فرح وحلام وخير يوم لم تكن البطولة يوما حكا على رجال في نساء سوريا قدمنا الكثير من صور ونماذج التضحية والفداء ابنة دير الزور السيدة صباح الثلجي قدمت خمسة من الشهداء وما تزال صامدة قوية كصمودي كل السوريات أنا صباح وادة زوجة الشهيد محمد مهيدة لخلاف استشهد دفاع عن الوطن استشهد بالقسم الشرقي 2013 الشهر التاسع وعندي خمس شهداء ملهم انفقت راح يجيب لي خبز انفقت ابني ليث استشهد مع القوات الرديفة 2015 الشهر العاشر عساتر المطار ولاده الثلاثة رحمة وريماس ولطوف هذولا استشهدهم 2016 الشهر الرابع اربع الشهر استشهدهم بالبيت شنا جاعدين بالبيت وجاءنا القذيفتين وربعا من اتجاه الحويجة واني مصابة استعثيني بي ثمن شضايا وزوج بنتي اسمه نادر نعيم شلقيم استشهد 2016 بصناعة وعندي ولدين عساكر وعندي ابني هذا خدم سبع سنين وست شهر واثنعش يوم لما كانت الناس تخبرني يقولوا لي ولدي الشهداء انا اقولهم الحمد لله فدى الوطن يخلهم يستشهدوا ما عليش وطنهم الارض والعرض اغلى ولا ننطي شبر ارض واني كلهم كلهم سورية اقولها صبرت وجبرت على الله وما عليش ما عليش فدى الوطن وفدى الظلام والله يعوضنا بالظلام وكل ولد سورية ولدي انا كل شي واحد قلبه ضعيف يجي علي انا جبر قلبه يقول عديه مسكر عديه مسكر وهم مكعب سلاح العسكر ابلش يا بشار واحنا نديلك وانعازك فارود احنا نشريلك عربما يكون التاريخ قد دون على صفحاته خنساء واحدة لكن سورية خطت على صفحات المجد الاف الخنسوات اللواتي رسمنا ملامح الام بكل عطائها للاخبارية السورية براهيم الظلي دير الزور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة